بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وسيلة الآن إن شاء الله سنشتغل على حديث تكريب أبي موسى الأشعبي رضي الله عنه أن نبينا وقائدنا وحبيبنا الأول عليه السلام زاء الخلق أجمعين هو حبيبنا الأول بعد حبيبنا الأول هو القائد سبحانه وتعالى يقوله سيدنا وقائدنا المحبوب إن من إجلال الله أي إكرام الله حقيقة تكون عند كمية وسلوب إكرام للرحمن أن تجلى كل مسلم شابه اجتعى على رأسه شيبا وزادت حكمته قوته يعني إكرام بالشيبة المسلمة وين هم هادهم لك عادي يكرموا في الكباب العقلاء أهل القرآن حقيقة ووش ألزيتون بقت أهل القرآن وين وليا فعلا في العمة الإسلام وليا خصتبتون أشكرون من يحتروا أهل القرآن حقيقة أحنا نفس بحاجة لكن من معايير تقييم هؤلاء الذين يدعون الإسلام هل يعاشرنا بإكرام نستحقه لسه بحاجة إلي فهلكن نستحقه لأن قيمتنا في التزامنا بالقرآن خاصة في تقدم سننا تقدم سننا تزيدنا تسبفا بالقرآن وهذا يعيشناه بفضل محمد كلما تقدمنا بالسن كلما زدنا تلذبا بفقه القرآن وتعليمه لكل إنسان راغب في ذلك التعليم ونحن أهل القرآن أعطنا ربي من الحكم والعلوم الميج على بلنا مدى عيون رأت ملأوبه سنعا ولا كفر على قلبك والسلام على أهل الإسلام والتمام والكم